السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الناس كتيرها مسترح مدين جدا من الارضارات ومعهم فلوس كتير جدا ورؤساء دول وتلاقي ما لابسهم مبسطة جدا لابس تشيرت وقميس وممكن هو عنده تحسين هو ما عنده شخص القميس دوت هو اللي عطوب يطلع بيه هو عنده قوصين ثلاثة بالكتير ما عندهش أنوان الطيفة ومبرحش الموضة ايه عمل الناس ديت يعني الناس دي مش عايز ننضفل لأها الفكرة بسيطة ما هو مش عايز يشغل باله بحاجات تفا يعني هو بيقولك أن الإنسان عنده قادر معايا في اتخاذ القرارات كل يوم فانوش عايز يبقى اتخاذ القرار هاكل النهاردة هلبسين نهاردة فانو عندي مثلا أوباما رئيس امريكا تقريبا عندهما اللونين بس من البدل فبيصحى وهي ما اللونين ده بتلبس ده ولا ده قال ليه يفوش وبيلبسه ما بيعوضش يتعب دماغه كده بفتح الدلاب والله خمسمة مفستان وبتاعه يقعد نس ساعة يختار فيرهج دماغه لا بيوفر اتخاذ القرارات لقرارات الدولية والقرارات المصيرية ونفس الكلام ده برضو كان في انشتاين وعلامات كثيرة جدا ومارك زوكربيرج اللي هو الرئيسي الفيسبوك تحس كده ان هو لابس تشيرت كده زيلا أنا لابس كده تقريبا من بخمسة ريال بالحاجة وبنترون بسيط وشيفش ببسيط المنطب بسيط مش معقد وش لازم يلبس حاجة سينية وبش انا راح مش وارفة فاستلف منابس من عند اي احد مصحابي على الاسس الناس ما تشوفنيش بنفس اللبس اللي شفوه والسنة اللي فاتت ليه لين عقد امور هتلاقي في بلدنا مرياردير تجوز ممثلة مشهورة وبعد شهرين طلقها اوه الجوازة بش عشان ميحبها اوه الجوازة مجرب بس ان يبقى عنده حاجة حلوة في البيت يتمنظر بيها تمام فموضوع المنظر ده اللي مدرعنا جامد جدا يعني ريت نبد عنه وهي عارفة كده فبتاخد منه مثلا مؤخر كبير بخمسمائة ستوبيت جنيه على اساس انه بعد ما اتفاشخر بيها يعني عارفة انها هتطلق ويبقى طلعها من حظ جانب وناس كل برده بعد انقلاب اتنين وخمسين الزباط الاحرار اوي كل واحد فيهم سرق او اخد بلا السرق اخد الفستين والحاجات اللي موجودة عند الاميرات وديها لزوجته فاول ما عاملوا حفلة عشان نجاحوا وكده كانوا راحوا كلهم من الحفلة ديت وما لابسين حاجات شيتوي ولابسين بلتو وما في عز الصيف ولابسين بلتو ولابسين الفرو احساسي اتفاشخروا بقى ده شوف انا عندي فرو ازاي ده اللي جابتولي ستي محمدة من فرنسو حاجزة كده فاشخر على الفوادي وكانت شكلها سخيف وكانت شكلها ان الناس دي يعني محدثي نعمة تمام فاحسن حاجة تعيش على البساطة زي ما رسول الله سلام كان بعيش على ابسط حاجة البساطة يعني كل ما تكون حاجة اسهل وابسط كل ما تخليك انت سعيد في حياتك وكلما عقدت الحياة وعقدت تجيب حاجات تتمنظر بيها والنيش والحاجات دي كلها انت تعايد نفسك بتاخد مساحة من المكان اللي انت عايش فيه المجرد المنظرة الناس ممكن تجي وممكن ما تجيش النجي اصلا من ناشين كانوا بيعلوها من ناشين احنا بنجابنا على فقه كواب وطباق ما نحنش بيستخدموا بساطة